قصص حزينة السباك اللي صلح وعمل شغل اتفق وقال له بتدفع لي المبلغ اللي فاني قال له طيب ماشي لما خلص الشغل بإتقان أعطى أقل من ربع المبلغ طيب ليش غير بدل أنا زبطي الشغل كل شي تمام قال له انقلع بالطبع الكلمة هذه انقلع المهم يا أحباب الله ثاني يوم راح يحاول السباك بعد مرة برفقه طيب تخاطر وجد بيت عزاء مين مات اللي تكبر عليه وتطاول عليه وقال له انقلع مات فقال للولاد أنا موالدكم انتفقت معه كذا وكذا واتقنتي الشغل ويا جماعة الخير الله يرحمه ادفعوا لي بدفع لي أقل من نص المبلغ أقل من نص المبلغ لو سمحت ادفعوا لي قال روح روح على قبره حصل منه إلا من أعطى الله بقلب السباك لا ينفعوا مال ولا بنون إلا من أعطى الله بقلب سليم ذول الولاد اللي بتترك لهم الملايين وبتعمل الحلال والحرام مشانهم قال روح على القبر قصة ثانية واقعية ورث ورث ويعلم الأبناء إن أبوهم ظلم وأخذ ورث خواته وأخذ ورث العائلة فعلى سكرات الموت أو عنده سكرات الموت أو عند قرب الأجل طلب يعني إنه ممثل إنه يكلم ممثل البنات إنه يكلم الوالد يعني قبل الموت الأولاد قالوا أبدا منعوا حتى الدكتور توصط فيها هذا إنه يدخل قالوا أبدا ممنوع يعني اللي يروح على جهنم أبوهم بس هم ما يقل الورث ما يقل المال اللي هو أردي منهوب لذلك أحباب الله اللي أولاد والبنات اللي بتعمل مشانهم الحلال والحرام وبتبذل جهدك وصحتك ومالك ووقتك وعيونك وروحك وتطلع روحك وانت تخدمهم انتبه عسى أن يكونوا إن شاء الله بارين فيك وبالأمة الإسلامية لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم أكثر من صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم